خلونا نختم فقرتنا بعدد من الصور المميزة لنجوم الزمن الجميل تخيل مثلا نجوم الزمن الجميل اللي هم اللي بيادوا شويد رجد أبازة عبد الحليم حافظ الناس دي لو كانت ظهرت في عصرنا الحالي تعال ورهم لك بشكل جديد فول سكرين يا شباب وهم بالذكاء الاصطناعي دي صورة ليه الفنان رجد أبازة كما تخيلوا الزكاء الاصطناعي لو هو عايش بنا النهار ده وقاعد على البحر دي هتبقى صورة رجد أبازة لبعده ده صورة مين لبس حديثة هو عبد الحليم حافظ هيبقى عامل الفرق من الجنب ده المشهور بيه وهلبس لك البدلة اللي هي الاسلم الديقة دي وفاتح زرار قميس ومحتفظ برشقته وهتبقى الصورة دي تعالوا ندخل على فاتن حمامة بنفس رشقتها المعهودة وان كانت دي أنحف شوية من فاتن حمامة وتسريحتها بس هتبقى دي طلت الفستان بتاعتها ودي طلتها حكذا تخيل الزكاء الاصطناعي فاتن حمامة شوف بقى الامر بقى سندريلة الشاشة المصرية وعايزة أقول العربية لم تكن العالمية مرين من روء الشرق هندروستو هكذا تخيلها الزكاء الاصطناعي يبدأ ديني فرصة تكلم على هندروستو مقورة بعضه كده فدي ده مثلا عمر الشريف يعني أنا ما اعتقدش صور الزكاء الاصطناعي عن عمر الشريف اختلفت عن واقعه يعني عايبة شاب رشيق مفطول العضلات هكذا قبلته السينما العالمية دي كده مجموعة من الصور اخر واحد ده احمد رمزي انا بصراحة ما حستوش قوي بان ده احمد رمزي ايه رأيكم بقى في الزكاء الاصطناعي بقولك هيغير الدنيا خالص ده ولسه ولسه